تشهد سوق أنظمات وخدمات المراقبة الإلكترونية ازدهاراً في تونس بسبب عدم الاستقرار الذي عاشته البلاد بعد ثورة العام 2011 وتهديد الجماعات الجهادية المتطرفة وتراجع الشعور بالأمانة حسب ما أكد مشاركون في الصالون الدولي لأجهزة وخدمات السلامة بتونس هذا الأسبوع في هذه النسخة الثانية من المعرض هناك مئات المشاركين من مختلف القطاعات والوظائف الأمنية مقارنة مع العام الماضي تضاعف عدد المشاركين وازداد الاهتمام بأمن المرافق العامة والخاصة في تونس إثر مقتل 59 سائحاً أجنبياً خلال هجومين جهاديين استهدفاً في العام 2015 متحف باردو الشهير وسط العاصمة وفندقاً سياحياً في سوسا وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف وحرصاً على أمنها أحاطت وزارات وسفارات نفسها بالأسلاك الشائكة أو بحواجز من الخرسانة كما أغلقت شوارع أمام المرة والسيارات وفرضت عمليات تفتيش دقيقة عند مدخل بعض مواقف السيارات ثم تحضور قوي هذا العام لكل ما هو مرتبط بالبوابات الأمنية والماسحة الضوئية إنها منتجات لم تكن معروفة من قبل من عامة الناس طالما لم تكن هناك حاجة لها وتتلقى الشركات المختصة في أنظمة وخدمات المراقبة الإلكترونية طلبات من الثكانات العسكرية والسجون والجمارك والوزارات والإدارات العمومية والفنادق والمحلات التجارية المتوسطة والكبيرة وأيضاً من مواطنين في مختلف مناطق البلاد بحسب معز اللبان المدير التقني لمؤسسة ناكس ديستريبيوشن